فيما يبدو أن المحركات العاملة على خط رئاسة الجمهورية مطفأة حتى إشعار آخر تنشط محركات سلسلة الرتب والرواتب وتتكثف اللقاءات في اليومين الفاصلين عن جلسة الخميس بحسب المعلومات اتفاق النائب بهي الحريري حركة أمل وطيار الوطني الحر أفضى إلى ورقة حصلت الامتفي على مضمونها وضمت سبع نقاط تقسيط الدرجات الست على ثلاث سنوات تقسيط السلسلة على سنتين استفادة المتقاعدين من الدرجات فرض 15% على الكماليات والسيارات الجديدة والقديمة البناء المستدام وإعطاء تسهيلات للأبنية الصديقة للبيئة حسم 2% من الحسومات التقاعدية وأخيرا وضع مراسيم تنفيذية لمخالفات البناء الحاصلة حتى العام 1994 ما يعتبر شرعنة لبعض التعديات على كل الأملاك العامة حتى هذا التاريخ ورقة الحريري أمل التيار الوطني الحر تنتظر موافقة تيار المستقبل والقوات اللبنانية واللقاء الديمقراطي والذي يرجح أن يكون موقفهم واحدا تجاهها وعلمت الأمتيفي أن مقاربة الثلاثي للملف تختلف عن ورقة الحريري كنعان علما أنه في الشكل لا يرى الثلاثي نفسه معنيا إلا بما سيقدمه وزير المال من طروحات فبحسب معالمة الأمتيفي التقى النائب جمال الجراح الوزير علي حسن خليل وأبلغه ملاحظاتهم أبرزها أن الثلاثي المستقبل والقوات واللقاء الديمقراطي يرفض بشكل قاطع السد درجات ويقترح منح درجات أقل لا تتعدى تليتي وهم يوافقون في المقابل على تقسيط السلسلة وعلى حسم العشر بالمئة على كل أرقامها وعلى زيادة التعريفة الكهربائية على الشطر الأعلى من الورقة المقترحة يرفضون أيضا استفادة المتقاعدين من الدرجات ويطرحون تعديلا طفيفا على رتب ورواتب العسكريين من عقيد وما فوق هم يرفضون أيضا زيادة الخمستاش بالمئة على الكماليات والسيارات ويقترحون زيادة واحد بالمئة على كل السلع ثلاثي المستقبل والقوات واللقاء الديمقراطي الذي لا يعترض على حسم اثنين بالمئة من الحسومات التقاعدية يعتبر في المقابل أن وضع مرسيم لبعض التعديات على الأملاك العامة أمر غير وارد كل هذه الأفكار لم تصل إلى نتيجة نهائية لكن المسافة في ملف السلسلة بدأت تضيق على حد قول أحد المشاركين بالاتصالات بانتظار أن تصل إلى خواتيمها